بالتقريب نقدر نقول أنا كنت عايش مثلاً بخمس تلاف جنيه بقى معاشي تمنمائة جنيه ولا ألف جنيه إيه النسبة دي قديه بس الأول عايزين نفرق بين المرتب والدخل فضل أنا بتقادى خمس تلاف جنيه كويس المرتب بتاع أصله ألف وخمسمائة جنيه أنا باخد معاشي على ألف وخمسمائة مش على الخمس تلاف هي دي الكرسى الأجر التأميني اختلف عن الأجر الفعل اللي أنا بقى باطل الدولة طول عمرها بتعمل سقف للأجر التأميني عشان ما تدفعش في المعاشات كتير لا هي ما بتدفعش إحنا اللي بندفع خاصة هي الدولة كأنها كرب عمل في مجموعة الموظفين اللي تبعها فهي أكبر رب عمل تمام عندها ستة مليون مواطن في العمل تمام فبتدفع حصتها التأمينية ليهم فبتعمل السقف عشان حصتها التأمينية تقل ده بالزبط تمام تمام فاللي بيحصل إيه بقى؟ أنا بجا تحسب بتحسب على 1500 أقسم عاش بيساوي 80% من متوسطة الأجر بتاع آخر سنتين ده كان قبل كده اللي تبقى متوسطة الأجر آخر سنتين مع آخر خمس سنين ومعادلة بينهم كده في النص طب 1500 ده هيطلع هياخد كم؟ هياخد 1200 جنيه يوم ما يبقى هو أخد 80% طب هو كان دخله 5000 فالسقطة هنا الفجوة كبيرة جداً كبيرة كبيرة فلذلك كان لابد من عمل تشريع من زمان بأن يبقى اللي اشتراك في التأمينات على أكبر قدر ممكن من الدخل فإحنا كنا بنؤمن على حوالي 30% من دخلنا أو 20% فبناخد المعاش على 30% فقط فيحصل الفجوة الكبيرة دي يبقى المشكلة هنا في الأجر التأميني نفسه آه مش المشكلة في أن المعاش بتحسب بشكل قليل وقعدنا نقول بقى أجر متغير وأجر ثابت وحوافز هو أفل الاثنين بسقف آه بالزبط يعني الحد 2006 كان سقف الأجر المتغير في الاشتراك 500 جنيه في حين الناس كانت بتاخد أجر متغير تصل 3-4000 جنيه يعني حتى ده كمان ليس سقف كان عمل له سقف لأنه عشان هو بيدفع أصاده أيه الجزء الثاني اللي كانت بتعطل إن رجال الأعمال ما كانوش بيأمنوا على الناس اللي عندهم بأجرهم الحقيقي أيه كخطاع خاص عشان ما يتفعلوش برضو طبعا فبالتالي أكبر فئة كتبية الضرب في المعاشات طبعا الخاص بيبقى بيشتغل بـ 3-4000 جنيه ومتأمن له على 200 جنيه و300 جنيه فيها يطلع معاش على 200 جنيه ده إذا عمل له أصلا تأمين ده إذا عمل له ده موضوع تاني خلقا